هاي جايز انا سمر وانتو على كناة سمر تايم ابلوا ان انت انا حافظة بس اشكر كل الناس اللي شافوا الفيديو الاخير بتاعي وعملوا لايك وسبسكرايب ويسابوا كومنت انا بجد مبسوطة انا لسه بدأ على اليوتيوب من قريب بعلي حوالي اسبوعين ومبسوطة جدا بالكومنت والحاجات اللي انتو بتعملوها فا انا اكمل وانزل فيديوهات تانية علشان اشارك بيها معاكو اسبوع ده انا كنت في لونجس ونزلت عشان اشوف السيل بتاع لونجس اللي على الميك اوب بازال السيل كان نازل على ماركتين ماركة covergirl و nyc والماركتين دول اكيد بتسمع عنهم كتير وانا كنت بشوف بنات كتير كده على اليوتيوب بيستعملوا برودكت كتير قوي من الماركتين دول بازال وكنت حابق اجربهم فهما في العادي مجغاليين بس برضو يبقى احنا انهم لو عليهم سيل الوعي تجربهم ومارخص عشان لو ما عجبني ما بقاش خسرت فلوس كتير فالاسبوع ده انا اشتريت شوية حاجة من covergirl ومن nyc اول حاجة اشتريتها من covergirl هي الاي شادو بالت ديه ودي بتجي في الوان مختلفة بس انا كنت بيدور على بالت تكون الاي شادو كل صغيرة زي كده لان البالت اللي انا استعملها حاليا كبيره وفيها الوان كتيره ومبعرفش هتحرك منه فيها الوان كمان انا حتى ما بستعملها خالص ومش هستعملها فانا بحاول ان انا ادور على بالت صغيير اللي الاي شادو بيكون فيها الالوان بستعملها بصفة مستمرة فلاقيت البالاة دي من كوفر جرل وهي بتيجي في لون زي موف و بامبي فاتح و موف غامق مش عارفة هو لو بانع مع الكاميرا ولا لا بس الالوان جينا فعلا بستعملها بصفة مصطبرة جدا وكنت مبسوطة ان هي نازل عليها السيل الزواثة فاختديت من كوفر جرل تاني حاجة من كوفر جرل اللي انا اشتريتها هو اللبستيك انا دقيت الوان كتير جدا نازل عليها السيل من كوفر جرل وانا لقيت اللونين دولت اللي عجبوني اللون الاولاني هو زي Golden or Tanned Orange هو مش Orange قوي بس دوت رقم 285 Temptation حبيتوا جدا لان هو لونه مش دايما انتوا شايفيني هو مش Orange قوي كده بس في اللامعة زي Metallic ممكن اعملكم سواء سايفين هو حتى كمان مش قوي يعني انا لو حطت اول ده كده اول خط مش مش جامد جدا بس انا ممكن ازوده كل ما ازود كده اللون يظهر اكتر مندي شوية على سيموني بس هو Orange مش سيموني بس هو عجبني جدا لونه ناترال وحلوة اوي للصيف وفيه اللون الثاني دوت افوريا ده برضو لون غامق وانا انا يعني منيش في الالوان الغامقة او في اللبستيك يعني انت مالي بحط الالوان اللي هي ال Pink او Natural بس مؤخرا حبيت ان انا اجرب شوية الالوان غامقة شوية لشان حسيتها بتليق علي يعني ده اللون اللي هو اللي انا حطاها لين ده اللون حلو جدا مش نبيتي ما بين النبيتي وما بين الموف الغامق يعني مش عارف لو شايفينه زي فيه شوية بنفسجي وفي نفس الوقت فيه شوية نبيتي ما انا مش عارفة اسمه افوريا من كوفر جربس حلوة قوي المالمز بتقاملكنا انا املكو برضو سواكش هنا شايفين ده من اول حطه ومش قوي اوي زي ما هو بيبانقه على العبوة بس انا بعمله build up يعني بزود كده اللون جميل جدا 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 انا احباه وبيليع على معظم الميكوب اللي انا هستعمله يعني لو انا احطه مثلا على موفات على ديب براون هيمشي معاهم حلو قوي فاللون اتنين دول عاجبوني من cover girl وانا اخدته المركة التانية اللي اشتريت منها حاجات في السيل كانت ال NYC وخلوا بالكم لان انا وقعت في الغلطة دي فيه NYC وفيه NYX كان فضيع جدا انا روحت على الستاند بتاع ال NYX ومنقيتش عليها السيل فسألت البنت قلت لها هو اللي انتو منزلين سيل على الستاند ده وستاند لأ مش كلها مركة واحدة فالبنت قلت لي لأ دي NYC ودي NYX فهو كان حاجة محرجة جدا انا اخدت من ال NYC palette للأي شادو دي برده فالت صغيرة فيها شوية الوان انا ممكن استعملها الوان جديدة شوية علي انا مستعملتها قبل كده بس حبتها انا جربتها النهاردة وحبها قوي هي بتيكي فيها اللون اللي هو الهايلايتر اللي هو سيموني فاتح ورمادي اللون ده زي دي بريندي او زي موف نبيتي زي برده لون الروج او اللبستيك ده حبها قوي الوان احاس انها ماشي مع بعضها انا مش مش حتى اي اي شادو من اي بالت تاني انا مستعملها الالت دي بس عشان نعمل اللوك ده ممكن تعمل اللوك كامل بالالت دي الواحدة زي ما انتو شايفين حساها شوية ناترال ممكن تكون مش للصيف قوي شوية للوينتر والخريف بس واي نوت يعني ان انا هستعملها للصيف برده من NYC انا برده اخترت لبستيك والليبستيك ده شوية سامري اللون بقى اورنج اورنج مش مدي على اورنج هو اورنج صريح زي ما انتو شايفين اللون ده حلو انا مش عندي اي لبستيك لونه اورنج وحس ان اللون الأورنج شوية طلع موضل الصيف ده بنا كتير بتستعمله بنا كتير بتتكلم عنه رسمي ما عندي واحد وبما ان nyc عليها سيل فطبع انا اجربه من nyc فاللون حلو هو اورنج جدا بس برضه مش قوي قوي يعني من خط واحد مش قوي قوي بس كلما بزوده بيبان اللون معي وهذا شيئا كويسا لان انا بقدر اتحكم في قوة اللون انا أحب البلدأ أو الالوان وما انتبه مرة واحدة بhair مرة قوية لم يعد ما أحب تعمل معها بصراحة لديه مواجهة الأخرى الالوان القوية للأي شادو الذي لا أستعملها كأي شادو لأي شادو انا جبت من NYC لونين اسموهم سبارتل اي داست واحد اللون الازرق و واحد لونه ابيض حبيتهم جدا لما عملتهم السامبل و قولت انا هشتريهم اللون انا اصلا سمعت عنه وفيه اللوك انا شفته عن نتو كان عاجبني جدا لقد عايز اجربه فانا جايبا لونه بخصوص على الشيان اللوك ده و برضو لما جربت اللون الابيض حسيته حلوة اوي انا اعمل لكم تجربة اول لما حطته جميل جدا مش ابيض يعني هو ابيض بس فيه زي لمعة بامبي او مش عارفة لون لزيز جدا لو تحط مثلا انا ممكن اعمل دلوقتي التجربة اتحطي انا مثلا عند فتح الا العينين بيدي اضاءة وبينور الجزء دوت ومدي زي سن على فيه زي سن بامبي وفيه اللون ده كمان ده قوي جدا ده شايفين لون ازرق زهري ودوت اوبال سباركل فيه حاجة كمان ميكوب للعينين انا اشتريته من NYC فشوفت ان فيه يعني تشانس ان لوحد ممكن يعمل لوكس مختلفة لو استعملت اي لينر ابيض فعشان كده انا اخدت اللون الابيض ده من NYC ودرجة اللون 956 white اخر حاجة انا اشتريتها من NYC هي نيل بوليش انا اخدت اللون ده انا جربته واكد تشايفين السامفل على صابعي اللون ده حلو قوي حبيته جدا حلو قوي للصيف وحستعمله ميت تاون ميموزا وفيه اللون ده كمان انا جبته حبيته قوي لون موف انا بحب اللون الموف اتلاقي حاجة كتير موف كان هنا برايح فاللون ده برده حبيته جدا حاسته لذيذ برده شوية ناترال ويمشي معه على الصيف اخر حاجة انا اشتريتها من NYC هي الSkullets او اللي هي الفوط المجلولة اللي امسح بيها الميكوب وكده انا كنت بدور على حاجة امسح بيها الميكوب لان فيه مسكرة انا اشتريتها بصراحة اعرفيني جدا لما بيجي اخسل وشي بطلعش بطلعش بطلط بالثلاثة ايام بتعمل بقع تحت عناية زي الباندا ايز كده فانا كنت بحاول ادور على حاجة انها تشيل الميكوب قبل مخصي بوشي فانا جربت مش جربتها لسه بس انا جبت اللي هي الفوط ديت من نيتروجين عشان كان عليها سيلفة انا هجربها واشوف اذا كده هتنفع مع المسكرة دي واللقة اخر حاجة من لونس انا حبيتها جدا هم عاملين زي بروجرام ان انت كل ما تشتري اكتر تاخد بوينتس اكتر وممكن تاخد حاجات فري او دسكاونت بعد كده قدت اجرب طيب ميكوب ريموفر تويلت من من سي بي اس ودي كانت حوالي بخمسة دولار فانا اشتريتها ودفعت اثنين دولار بس فانا خصموا لي ثلاثة دولار من المنتج داتي ودي كانت الحاجات اللي انا اشتريتها من لونس الاسبودة و planning والحبيتها ارهات اشتريتها من اشتريتها اشتريتها ان اشتريتها ان اشتريتها ان اشتريتها و اترى